بدأ المستشار الألماني أولف شولز زيارة رسمية إلى الصين وتتصدر العلاقات التجارية والاقتصادية والثنائية جدول أعمال هذه الزيارة أنقذت الصين الأجرساد الألماني عدة مرات عندما واجهنا أزمات مثل الأزمة المالية حيث كان لجميع في ورطة لكن شركة دايملر بعت المزيد من مرسيديس بنز الفيت اس أكثر من أي وقت مضى في تاريخها وذلك ساعدنا في تكثيف العلاقات التجارية في كل من التجارة ولستمار الأجنبي المباشر بلغت قيمة التجارة بين الصين وألمانيا أكثر من 240 مليار دولار في عام 2021 مما جعل فيكين أكبر شركة تجارية لبرلين في الواردات والصادرات للعام السادس على التوالي كما عززت ألمانيا والصين الاتفاقات للعمل بشكل أوثق في مكافحة تغير المناخ في اجتماع لوزراء الخارجية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام يذكر أن زيارة المستشار شولتس إلى الصين ستكون الأولى التي يقوم بها زعيم أوروبي إلى الصين منذ بدء جائحة كوفيد-19 سأشرقات للجانبين تبادل متعمقا للعراي حول صين وألمانيا والعلاقة الصينية الأوروبية والوضع الدولي والحكمة العالمية وسيعملون على تعسس الثقة السياسية المتبادلة وتعمل تعوني الثنائي وهذا يخدم مصلحة لجانبيني قامت أنجيلا ميركل بـ 12 زيارة إلى الصين خلال 16 عاما كمستشارة وزار الرئيس الشي ألمانيا مرتين خلال فترة توليها المنصب شهد هذا العام الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا والصين وازدارت العلاقات بينهما على مر الصينين وكانت التجارة في محورها